موسيقى السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيميا بالصف الثاني عشر أنوان حلقتنا اليوم قانون جايلوساك والقانون الموحد للغازات قانون جايلوساك يوضح العلاقة بين ضبط الغاز ودرجة الحرارة المطلقة في الشكل الموضح نجد أن الحجم ثابت حجم الغاز ودرجة الحرارة تمت زيادتها من 200 كيلفن إلى تضاعفت إلى 400 كيلفن وعند ثبوت الحجم وكمية الغاز نجد أن الضغط أيضا تضاعف من 1 أتموسفير إلى 2 أتموسفير إذن عند ثبات الحجم فإن ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب تناسبا طرديا مع درجة الحرارة المطلقة ونشدد أن درجة الحرارة يجب أن تكون بالتدريج الكلب ويعبر عن ذلك رياضيا بهذه العلاقة أن B التناسب طرديا مع T عند ثبوت الحجم وكمية الغاز أو عدد المولات إذن B على T يساوي K أو مقدار ثابت وهو ثابت التناسب أي أنه عند ثبوت الحجم وكمية الغاز يكون ناتج قسمة ضغط الغاز على درجة الحرارة المطلقة يساوي مقدار ثابت في الشكل المقابل عند رفع درجة حرارة هذا الإناء من 300 درجة كيلفنية أصبحت درجة الحرارة T2 600 كيلفن عند ثبوت الحجم وكمية الغاز تحول الضغط من B100 كيلو باسكال أصبح في B200 كيلو باسكال أي أن الضغط تضاعف عندما تمت مضاعفة درجة الحرارة ونجد أن B1 على T1 يساوي B2 على T2 يساوي مقدار ثابت ولكن الضعفنا درجة الحرارة مرة ثانية إلى 900 كيلفن ستصبح B3 أيضا تساوي 300 كيلو باسكال إذن B1 على T1 تساوي B2 على T2 تساوي مقدار ثابت وهذا القانون يسمى قانون جايلوساك إذن ملخص الدرس قانون جايلوساك هو قانون يدرس العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة المطلقة وأن العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة المطلقة علاقة طردية V والN كمية الغاز والحجم تائما تكون ثابتة في قانون جايلوساك وما أن العلاقة طردية إذن رسمة المنحة تكون بهذا الشكل الموضح والB على T يساوي مقدار ثابت تطبيقات على قانون جايلوساك صح أم خطأ يتناسب ضغط كمية معينة من الغاز تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة المطلقة عند ثبوت الحجم وكمية الغاز إجابة خاطئة التناسب تناسب طردية بين الB والT في قانون جايلوساك السؤال الثاني إذا كان ضغط الهواء في إناء ثابت الحجم عند 27 درجة سيليزية لازم نحول درجة الحرارة على طول التدريج الكلفن يساوي 253.255 كيلو باسكال إذن أعطاني T1 والB1 فإذا أصبحت درجة الحرارة 20 سيليزية أيضا يتم تحويلها إلى التدريج الكلفني نجمعها على 273 فإن الB2 يساوي 247.3 كيلو باسكال أستخدم قانون جايلوساك له B1 على T1 يساوي B2 على T2 ونجد أن الإجابة صحيحة رقم 3 كمية معينة من غاز ضغطها B1 253.255 كيلو باسكال ودرجة حرارتها T1 200 كيلو باسكال فإذا أصبحت إذن T2 درجة الحرارة 400 كيلو باسكال مع ثبوت الحجم فإن الB2 أو الضغط يساوي أيضا بما أن العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة نستخدم قانون جايلوساك B1 على T1 يساوي B2 على T2 وبالضرب التقاطعي نحصل على قيمة B2 التي تعادل 506.5 كيلو باسكال السؤال الرابع عين من غاز موضوع في إناء تحت ضغط B1 50.65 كيلو باسكال ودرجة الحرارة وما ننسى دائما أن نحولها للتدريج الكيلبني إذن 0 زائد 273 هذه T1 سخنت إلى إذن T2 27 سليزي ويتم أيضا تحويلها للتدريج الكيلبني نجمع عليها 273 فإذا ظل الحجم ثابت فإن الB2 يصبح نطبق أيضا قانون جايلوساك بما أن العلاقة بين الB والT نقول B1 على T1 كيلبن يساوي B2 على T2 وبالضرب التقاطعي نحصل على الإجابة الصحيحة للB2 تعادل 55.66 كيلو باسكال المنحن البياني الذي يمثل العلاقة بين تغير في ضغط كمية معينة من غاز ودرجة حرارتها المطلقة عند ثبوت الحجم هو بما أن العلاقة الطردية فالمنحن الثالث هو الذي يوضح هذه العلاقة ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني في درسنا اليوم أو في حلقتنا اليوم هو القانون الموحد للغازات نستطيع أن نربط بين ثلاثة متغيرات جديدة في هذا القانون هي الحجم والضغط ودرجة الحرارة عند ثبوت كمية الغاز حيث يتضح ومما سبق أن درسنا القانون شارلز أن العلاقة بين الحجم والT علاقة طردية عند ثبوت كمية الغاز والضغط أيضا من قانون جيلو ساك العلاقة بين البي والT أو العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة المطلقة أيضا علاقة طردية إذن B في البي على T يساوي مقدار ثابت حيث K هو ثابت التناسب وهو مقدار ثابت لكمية معينة من الغاز ويتغير بتغير هذه الكمية مما سبق يتضح أنه إذا حدث تغير في أحد العوامل الثلاثة B1, B1 على T1 رح يساوي B2, B2 على T2 الذي يعاد المقدار ثابت ويسمى هذا القانون القانون الموحد للغازات عندما تتعامل مع الغازات من المفيد أن تعرف الظروف القياسية من درجة الحرارة والضغط وهذه الظروف هي المعروفة بدرجة الحرارة والضغط القياسيين Standard Temperature and Pressure أو باختصار STB وتعني الضغط يعادل 1 أكتماسفير أو 101.3 كيلو باسكال ودرجة الحرارة تعادل 273 كيلوين والصفر السريزي تطبيقات على القانون الموحد للغازات صح أم خطأ واحد عينة من غاز النيتروجين تشغل حجما قدرة 500 مليلتر عند درجة حرارة 27 سريزية وتحت ضغط 101.3 كيلو باسكال فإن حجمها في الظروف القياسية يصبح 455 مليلتر الحجم الأول V1 500 مليلتر عند درجة الحرارة الأولى T1 27 درجة سريزية ودائما في قوانين الغازات يتم التعويض بدرجة الحرارة المطلقة الكيلوينية فقط وليست سريزية لأن علاقات التناسب تتحقق مع درجة الحرارة المطلقة فقط ولا توجد درجات حرارة مطلقة تأخذ قيم سالبة إذن عندي الV1 500 مليلتر والT1 27 سريزي زائد 273 الV1 101.3 كيلو باسكال والظروف القياسية تعني أن عندي الV2 101.3 كيلو باسكال والT2 273 كيلوين بالتالي الإجابة الV2 إجابة الV2 أفهم إجابة صحيحة السؤال الثاني عينة من الهواء موضوعة في إناء حجمة 810 لتر V1 تحت ضغط 50.65 كيلو باسكال ودرجة حرارة سالبة 13 درجة سريزية فإذا أصبحت درجة حرارتها 52 سريزية وضغطها 25.32 كيلو باسكال فإن حجمها يصبح 2 لتر V1 8 من 10 لتر والضغط B1 50.65 كيلو باسكال T1 يتم تحويلها للتدريج الكلبيني إذن سالبة 13 زائد 273 أصبحت T2 52 زائد 273 والB2 25.32 كيلو باسكال نحسب الحجم من القانون الموحد للغازات اللي هو B1 V1 على T1 يساوي B2 V2 على T2 وبالضرب التقاطعي نجد أن الحجم يصبح 2 لتر إذن إجابة صحيحة سؤال الثالث كمية معينة من غاز حجمها 5 لتر ودرجة حرارتها 300 كيلو باسكال وضغطها يعادل 101.3 كيلو باسكال فإذا أصبحت درجة حرارتها 600 كيلو باسكال وضغطها 202.6 كيلو باسكال فإن الحجم يساوي بما أني ضعفت درجة الحرارة من 300 كيلو باسكال أصبحت في T2 600 كيلو باسكال وتمت مضاعفة الضغط من 101.3 كيلو باسكال إلى 202.6 كيلو باسكال في B2 فإن الحجم يساوي 5 لتر لماذا لم يتغير حجم الغاز عند مضاعفة درجة الحرارة ومضاعفة الضغط ذلك بسبب أني عندما ضعفت درجة الحرارة تضاعف الحجم من 5 لتر إلى 10 لتر وعندما تمت مضاعفة الضغط من 101.3 إلى 202.6 كيلو باسكال قل الحجم مرة أخرى إلى النصف فأصبح الحجم يساوي 5 لتر في السؤال الرابع عينة من غاز الأكسجين تشغل حجما قدره 5 لتر إذن هذه V1 عند درجة حرارة T1 27 سيليزي وقلنا يجب التحويل دائما إلى التتريج الكلبري إذن 27 زائد 273 كيلو والضغط يعادل 202.6 كيلو باسكال فإن حجمها في الظروف القياسية يساوي بما أني عندي ظروف قياسية إذن البيتو يعادل 101.3 كيلو باسكال والتيتو تعادل 273 كيلو نستخدم القانون الموحد للغازات بي 1 في 1 على تي 1 يساوي بي 2 في 2 على تي 2 وتحت ضغط البيتو يعادل 101.3 كيلو باسكال تي 1 بعد جمعها إلى 273 أصبحت 291 كيلو تي 2 تساوي 273 كيلو البي 1 كانت 18 لتر والمطلوب هو في 2 إذن من القانون العام للغازات بي 1 في 1 على تي 1 يساوي بي 2 بي 2 على تي 2 بالتعويض في هذه القيم للضغط ودرجة الحرارة الابتدائيين وللحجم الأول عنده ثبوت عدد المولات نستطيع بالضرب التقاطعي الحصول على الحجم النهائي V2 والذي يعادل 33.77 لتر السؤال السادس عينة من غاز الأكسجين تشغل حجمه V1 6 لتر عند درجة حرارة 47 سريزي نحولها إلى تدريج الكلفن وتحت ضغط يعادل بي 1 126.6 كيلو باسكال احسب حجم العينة من الغاز عند الظروف القياسية إذن عندي في الحالة الابتدائية الضغط بي 1 126.6 والبي 2 101.3 كيلو باسكال درجة الحرارة الابتدائية تي 1 بعد جمعها وتحويلها الكلفن أصبحت 320 كيلفن والتي 2 يعادل 270 أعطاني البي 1 6 لتر أريد أن أحسب البي 2 خلال قانون الوحد للغازات استخدمت القانون الوحد للغازات لأنه عندي علاقة بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة بالتعويض في المعطيات وبالضرب التقاطعي نحصل على الحجم النهائي في 2 يساوي 6.39 لتر وبهذا نكون انتهينا من حلقة اليوم نتمنى تكونوا استفدتم منها ونراكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة